كاستيادو المورو أو قلعة المورو الأسطورية هي من بين الأماكن الأكثر جدا للسياح في البحر الكريم وخصوصا كوبا بنيت القلعة قبل خمسة قرون لصد غارات الأعداء على مرفأ هذانة موقع القلعة المطل مباشرة على البحر أهلها لأن تكون منارة لكوبا وهي اليوم رمزا هاما للعاصمة في هبعنا أنصح بزيارة قلاع قريبة من هنا كقلعة سان سالفادور ديلا بونتا وسان كارلوس ديلا كابانيا بنيت جميعها بعد تشتيد قلعة المورو حال الآن موعد الغداء ولهذا اخترت مطعما يطل على البحر ويتميز بأطباقه الشهية الكوبية هيا بنا موسيقى بالك لا تس القلقاس يشكل عنصرا هاما في المطلخ الكوبي لذا اخترت طبق المقبلات الكوبي المسمى في دورة بمالانغا نكهته تجمع بين طعم الفستق والبطاطا يقال هنا من لا يأكل هذا الطبق في صغره فلن يصبح كوبيا يوما من الأيام وللقلقاس الكوبي فوائد صحية عدة خاصة للذين يعانون من أمراض في المعدة وسوء لطبق وجبة الغداء الرئيسي اخترت الروبا فييخا وهو أشهر طبق كوبي خارج هذه الجزيرة طبق مكون من لحم العجل والبصل والفلفل وهريس الطماطم وبعض البهارات الكوبية الحارة وأوخص للأوريل أو ورق الغار الذي يعطي نكهة فريدة لهذا الطبق يقدم طبق الروبا فييخا مع الموز الاستواء المقلي والأرز الأبيض المسلوق الذي نجده مع معظم أو على معظم الموائد الكوبية ليث بزاري العربية هفانا كوبا